اكد الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ان الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل يأتي في اطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا ومن اجل تعزيز امن البحرينيين وثبات اقتصادهم وهذا الامر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فان البحرين قضيتنا المصيرية واشدد معاليه على ان مملكة البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه ولا يتعارض هذا الاعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وبين معاليه انه بعد مرور 73 عاما على القضية الفلسطينية فان الخطر قد انتقل الى العديد من الدول العربية والتي تغيرت اوضاعها الامنية بدرجات متفاوتة دون حاجة الى تعداد تلك الدول لكونها معروفة بدون شك كما تضائلت مع الاسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من اجل حل القضية الفلسطينية الاسرائيلية وان التحديات المصيرية اليوم وصلت الى المنطقة ولا يمكن ان نتجاهلها او نغض الطرف عنها واوضح معاليه ان النظرة الواقعية للمشهد الاقليمي تجعلنا ندرك اننا نتعامل مع اخطار مستمرة طوال السنوات الماضية تمكننا ولله الحمد من درء معظمها وليس من الحكمة ان نرى الخطر وننتظر وصوله الينا اذا كان بالامكان تفادي ذلك باي شكل من الاشكال واستكمل معاليه اننا بلد مصمم على المضي في تعزيز امكانياته الذاتية وتبقى استراتيجيتنا القديمة والحديثة اساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الاخطار المحتملة فنحن بعد الله نستند على تطوير قدراتنا الوطنية وعلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين وان توافق خطواتنا مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ليس بالامر المستغرب وانما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وان الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي ومما لا شك فيه فان التعاون حول هذا المشروع من قبل البحرين قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي فانما ذهب اليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الامريكي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي فهو في الاخير طرح غير منطقي خصوصا انه لا يرى اي تهديد كان على الساحة البحرينية واشار معاليه الى ان هناك جانبا اخر للموقف العام الحالي وهو الاوضاع الاقتصادية التي يشهدها الجميع وحجم تأثيرها على مملكة البحرين فضمانة الاستمرارية الاقتصادية في ظل هذه الظروف القاهرة التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية تلقي بمزيد من المسؤولية على الدولة في توفير الامن للناس والحياة الكريمة لهم